لارتقائي بمستوى معيشة المواطن في هذه البقعة الغالية تبدل الدولة المصرية جهودا تكملية على صعيد التنمية في شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات في قطاعات متنوعة من أبرزها الصحة والسياحة والطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة والتنمية العمرانية فضلا عن ملف الإسكان الاجتماعي ومجال الثروة الزراعية والحيوانية جهود تكاملية تبدلها الدولة على صعيد التنمية في شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات هدفها الرئيسي الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في هذه البقعة الغالية قطاعات متنوعة شملتها مسيرة التنمية في شبه جزيرة سيناء ففي قطاع الصحة عملت الدولة على تحسين المنشآة الصحية بمحافظة شمال سيناء ومنها إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد في ديسمبر 2017 وإنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد بالإضافة إلى تطوير مستشفى الشيخ زايد المركزي كما تم تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش وتطوير مستشفى العريش العام في عام 2020 أما في قطاع السياحة فقامت الدولة بتطوير مصار العائلة المقدسة بشمال سيناء في عام 2021 كما تمت إعادة تأهيل نقاط مرور العائلة المقدسة بالخدمات السياحية وتطوير الملمح العمراني المحيط مع عمل وسائط ترويجية للمشروع وفي جنوب سيناء نفذت الدولة خطة لتطوير قصر ثقافة شرم الشيخ وتم إنشاء متحف المدينة التي تعد من بين أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم وفي القطاع الاقتصادي ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة بشمال سيناء من 69 منشآة في عام 2014 إلى 79 في عام 2021 وذلك بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة وما شملته من تنمية لحقل ظهر بتكلفة بلغت 15.6 مليار دولار وتنفيذ استثمارات بقيمة 18 مليار جنيه لتطوير القطاع إلى جانب إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بساعة 1.1 مليون برميل وعلى صعيد التنمية العمرانية يجري إنشاء وتطوير ست مدن أبرزها مدينة بئر العبد الجديدة وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي تم تنفيذ 136 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة بلغت 23.26 مليار جنيه بجانب إقامة التجامعات التنموية حيث تم إنشاء 4.338 بيتاً بدوياً علاوة على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى يجري إنشاؤها وفي مجال الثروة الزراعية والحيوانية في سيناء تم استصلاح وتركيب شبكات ري وطرق لعدد ثلاثة مآخز في بئر العبد كما تم تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال فضلاً عن توفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية ترجمة نانسي قنقر